عايزة أرجع معاكي تاني يا ريم من ضمن الأفكار اللي اقترحتيها على القارق في أن هو لازم يكون كمان متوازن فيها هي نمط الحياة ونمط الحياة أنه لما بيتغير أو بيبقى سريع أوي أو كمان أعتقد لو بطيء أوي في كل الحالات دي ممكن يكون مؤذن تكلمتي عنه إزاي؟ والتي أهم حاجة في الدنيا أن نفهم إيه هو أصلا نمط الحياة بتاعنا يعني ناس كتير أوي مثلا بتدخن فبتعمل دايت لمدة مثلا اسبوعين ثلاثة فبتخص تاني وبعد شوية بتدخن تاني ليه؟ لأنها ما عندهاش نمط للحياة نمط الحياة معناها أنه يبقى عندي روتين معين أنا متفقة عليه مع نفسي أولا ومتصلحة معي تماما لأنه أنا ممكن حد يجي يقولي فكرة لطيفة وأنا لا مقتنع بيها ولا عرف أنفزها فعملها اسبوعين ثلاثة وخلاص فنمط الحياة نفسه لازم يبقى فيه اتزام أنا أقدر أعمل إيه؟ أكون فاهمة نفسي يعني مثلا أنا فترا فترات كنت عايزة أعمل رياضة فقررت أن أنا هعوم وهمشي وهعب اليوغا بالليل وبعدين قلت أنا مش دخلة بطولة أولمبيات أنا مش دخلة بطولة يعني فقلت لأ أنا أنا قدر أعمل إيه؟ أنا قدر أمشي الصبح شوية وأقدر أعمل شوية اخترت المنسب بالنسبالك واللي أقدر أستمر فيه الكلمة هنا المهمة قوي أيوة الاستمرار الاستمرار أنا شخصيا التجربة بتاعتي بتقول 21 يوم أوكي لو تعودت على الحاجة عملتيها لمدة 21 يوم واستمرتي عليها هتكملي فيها؟ يعني غالبا بنسبة 80% هتكملي عليها